السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمر والطالع لشهر جوان او يونيو او هزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كنيا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطالع غادي نشوف القراءة وغادي نشوف ما هي ناصحة الملائكة وكانت من لكم حض سعيد حض سعيد حض سعيد يا ربي الحبيب ولا اتمنى لكم حض سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حض سعيد لنبدأ بسم الله عندي غادي نخلوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا يا عزيزي برج الحوت اه في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المالتي ستتلقى مبلغ معين من هذا المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي انا اغجون اكستخا وخا اه هو اه يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتها تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم مع انطقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اه تخلى عن الحلويات والنشوية والمعجنات بغي تضعفوا مزيان 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 اذا المرة ما هي طاقة المرتبطين تاهادي بغا تسهضر عزيزتي بنسبة للمرتبطين انا ارى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت اه يراك انت بحل اه انسان مقدس يراك يعني انت انسان يعني في في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحل لا انت جالسة في العرش هو قدم رجلك همتوني يعني هو اه يحس بعدم الثقة وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم اه اه تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط اه يعني اسباب مادية واخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت واخا يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة اه في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر ببما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بنسبة للمرتبطين ما زلتوا مع المرتبطين عندكم اه علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوا جوانا قراءاتي معامة ما كنت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل. نحن مازلنا مع المرتبطين. اه قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم الثقة. والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعات المرتبطين تعيشون علاقة في السر. نعم. وانت تحتاج اه اه تحتاج لان يعني لان يوضحها لك. يعني ما نصر هاد العلاقة يعني عيت. عيت انت يا. وماذا سيفعل بالطرف الاخر. وخة. والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية و اه نارية. وخة بالنسبة للمرتبطين. طاقة نعم ترابية و و نارية. وخة بالنسبة للمرتبطين. والان سنرى ما هي طاقة العزب. ماذا يحدث مع العزب? وبالنسبة للعزب. انا يعني انا بالنسبة العزب هادي بغاية تهضر. نخليوها. العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة. يعني كان مطلقون والارامل كذلك. انا يعني اه ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي وخة. يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست ليست لديهم علاقة. كان مطلقون او ارامل كانوا ارامل او كان يعني ما ما تزوجش في حياتهم. فهمتوني يا وخة? اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب? ماذا يحدث مع العزب? عزيزي اه العازب كنت مطلقا او او كنت ارملة او عازبة او عازب انا اتكلم على الرجل والنساء من جديد. كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي. يعني لم يعني ما ما كانش على بالك ابدا. لم يخطر على بالك بالك ابدا انه سيظهر في حياتك. هذا الانسان. وخة. ويريد يعني بداية معك. يريد بداية معك. البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان. سيرفضون لكن اه هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك. يعني زوجك نعم كان زوجك. الان لا. هذا الانسان سيعود ويعني ويريد بداية معك. والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوا وان لم تكن يعني تجمعكم مع يعني ما كان ما كان عندك محتشي حاجة مع هاد الانسان لكن كتعرفوا من الماضي ولم تجمعكم اي علاقة ويريد الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب آآ ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريد بداية معك. لكن ارى ان يعني ان انتما ربما سترفضون هذا الانسان. فهذا الشخص. لكن هو معجب بزاف بزاف بكم. معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان. سترفض هذا الانسان. لا ادري لماذا. لكن انت يعني ارى يعني طاقتك هي الكبرية. ولا تريد حتى رؤية هذا الانسان. مهم شرحه لانتما. لاني يجب ان اتابع القراءة. وخة. لكن هذا الانسان يريد ان يبلك حب. وانت لا تريد حتى رؤيته. حتى وان كانت عن مع يعني بالنسبة للمطلقين. اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته. لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه. لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك. وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون. مهم شرحوا لانتما في تعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم. لا افهم لكن هذا ما يقوله افطروا. هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص. لا تريدنا هذا الشخص. مهم. والان لنرى ما هي طاقت المنفصلين. ماذا يحدث مع المنفصلين? وخة. بالنسبة للمنفصلين عزيزتي. انت تطلب العدالة. تطلب العدالة. يعني انت طاقتك هي تعاول ارهاق لدرجة. يعني ما ما كتقدرش حتى تتنفس. لا يمكنك حتى التنفس. وانت تدعو الله يعني العدالة. تدعو الله يعني ان ان تحدث ان تحدث معجزة. يعني هناك ظلم. معا? هناك ظلم وارا يعني خزن وبكاء. يعني كي تسد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك. لكي لا يراك احد. نعم? وتعاني في صمت حبيبي او حبيبتي. تعاني بزت في صمت. اتذكر اني لم انسيت ما قلت الطاقة ديالي العزاب. بالنسبة للعزاب. هي طاقة مائية وهوائية. وخا? طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب. مائية وهوائية. مائية عقرب حوت مثلك او سرطان. وهوائية دلو ميزان وجوزاء. وخا? هذا بالنسبة للعزاب. لنواصل. قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دبا معها المنفصلين. طاقتك هي الحزن كتبكي بزاف وآه يعني عييت بزاف. عييت عيتي. وتعاني في صمت. تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر. لا تخبره احدا. يعني تخبيها غير غير الرازق. نعم? هذا يعني هذا الحزن الكبير وهذا الالم الذي كتحس به عزيزي برج الحود. جعلك تفكره. آآ يعني آآ تفكره بتغيير هذه الوضعية المؤلمة. نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل. عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية. وهذه انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان. يعني هذا غير عادي. يعني هذا الانسان ظلمك بزاف. نعم? انت تصرفت مع هاد الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج آآ يعني ايجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وآآ ظلم. نعم? انت عيشت ظلم. وات يعني وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار ترى انه يعني يسرق من طاقتك. يعني كيفاش كنقوله يعني نزف 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 مهم. ما تدريش عليا وما تتحكوش عليا. يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة. استنزاف يعني بقيت بلا طاقة. يعني ما تقدرش حتى تنفس. لسبب هاد الالم. والان بدأت انت تركز. تركز. يعني انت تصرفت بحل مجنون. انت يعني هادي كارت يعني الكفاح من اجل هذا الحبيب والاسرار والاسرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلك هذا تتصرف يعني كتبع غير قلبك. نعم. ودابا. الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية. يعني كارت الامبراطور. تريد ان تكون انت امبراطور حياتك. يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الالم وهذه البشاعر التي يعني ما كانت تديك حتى لشي بلاسة. فقط البكاء والحزن. وخة. انا كانت تؤثر بزاف. لاني احس بمعاناتكم وكانت تؤثر معكم بزاف. وخة اذا. لنظر الان ماذا ستفعل عزيزي? بداية جديدة. نعم. انت الان ستتحرك لكن اه بطريقة اخرى. بداية جديدة اه ما زلت تحبه. ما زلت تحبه. ولم تفقد الامل هو. هو كذلك يحبك. لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني. نعم دعنا نشرح لكم. انت طاقتك اه الان هي التغيير. ماذا يعني ذلك? يعني الاختفاء. انت اه الاختفاء والعزلة. هذا ما يعني ستتحرك. هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى. لماذا? لتدافع عن نفسي. نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة. نعم حركة مختلفة لصالحك. نعم. انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا. وخة تفكر في نفسك. يعني بدأت تحب نفسك قليلا. وماذا سيحدث مع هذا الحبيب? ماذا سيحدث? ماذا سيحدث هذا الحبيب? سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته. لانك يعني اختفاءك وابتعادك يعني كي ينزل المعنويات دياله. يعني هذه انانية العاشق من جديد. نعم? لماذا? لانه هو دائما واثق انك هناك دائما هو دائما يفعل ما يشاء. يمشي يذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل ماء البئر. يعني هو عندما كيعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب. والان انت صرت آآ مثل النهر. يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر. نعم. وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا. الله صبح الله العظيم. شوف يعني يعني انا اقشعر يعني شوفوا اش غادي يدير. الحركة. غادي يجيب حالحمق. العربة. يعني سيتكلم. مش غادي يتكلم. سيأتي. سيأتي. يعني هناك تواصل اكيد. لماذا? لانه يتألم. ذكرت المشاعر والمعنوية دياله. لانك لست هناك. ماذا سيفعل العربة? سيتصل بك. كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله. بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية.